السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم حبيبي طلبة وطالبات الثف الثالث الابتدائي مع درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية والنهاردة معتنا معيونة 6 الوحدة الستة Let's go to the circ هينا نذهب إلى السرق Exercise 1 Look, lesson and read عندنا هنا مقدمة بيقول لي Honey and Hannah are at the circ موجودين في السرق Grandpa forgot his glasses وجدهم هنا نسى النظارة بتاعته يبقى هاني وهنا كانوا في زيارة للسرق ومعهم جدهم ونلاحظ أن Grandpa الجد نسى النظارة بتاعته حصل بينهم محادثة Number 1 هنا بتتكلم بتقول Where at the circ Where اللي هي we are يعني We are at the circ نحن موجودين في السرق Next to the tent بجوار الخيمة Number 2 هنا الجد بيقول لهم What can you see يا طرح أنتم شايفين إيه What can you see ردت هنا قالت له There is a clown There is a clown You get مهرك A remaster A remaster اللي هو مدير الحلبة And an acrobat وكمان في لعبة الأكروبات Number 4 هاني بيقول What does the clown look like What does the clown look like يا ترى المهرج هنا شكله إيه يبقى look like يعني يشبه ماذا يشبه يعني شكله يوصفه لنا يا هانا ردت هنا قالت Number 5 He is tall and thin هو طويل ونحيف بعد كده Grandpa الجد بيقول لها What does the remaster look like طب يا ترى الريم ماستر اللي هو مدير الحلبة شكله إيه جاوب بهاني قال He is short and fat هو قصير وسمين تعالوا نسمع المحادثة دي مع بعض مرة تانية Unit 6 Page 88 Exercise 1 Look, listen, and read Hanny and Hannah are at the circus Grandpa forgot his glasses We're at the circus In the tent What can you see? There is a clown A ringmaster And an acrobat What does the clown look like? He is tall and thin What does the ringmaster look like? He is short and fat What does the clown look like? وبعض ما سمعنا المحادثة تعالوا الوقتين نشوف الفوكابري أو الكلمات عندنا jobs at the circus الوظائف في السرق وأول كلمة معنا clown 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 يعني مهارك Hignor Juggler Juggler Who is the猿 Dog trainer Dog trainer Dog trainer Really is the leader of the club Rimb master Rimb master Rimb master Triumph master Who is the driver of the club τη để 지 سيربس سيربس لهو السلق تانت 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 يعني خي تعالوا دلوقتي نشوف بعض الادجكتبز أو السفوت يانج يانج يعني صغير السلق عكسها أولد أولد يعني عقوز فات فات يعني سمين ثن عكسها يعني رفيع طول يعني طول شارت عكسها قصير فيوتيفل يعني جميل أو جميلة كمال عندنا بعض الكلمات الإضافية زي فورجت فورجت يعني ينسى والمضي منها فورجت نسى في المضي لوك لايك يعني يشبه جلاسس يعني نظرة ويسي يعني يرى وعندنا لما نسأل عن مظهر الشخص بنستخدم الصيغة بتاعت what does he look like يعني ماذا هو يشبه شكله إي يعني كيف يبدو he is tall he is tall and thin he is short and fat اين كانت الإجابة وعندنا مثال what does the clown look like he is fat and short ومرة علينا سؤال الثاني في الدارس what can you see ماذا تستطيع أن ترى what can you see الإجابة I can see والحاجة اللي أنا شايفها تعالوا دلوقتي نشوف lesson to الدرس الثاني وconnected with math وهو مرتبط بمادة الرياضيات وهناخد فيه card the letter اللي هي الأشكال الربعية كلمة طولة شوية المهم أن نعرف الكلمات اللي عندنا في الدرس angle angle يعني زاوية right angle right angle right angle اللي هي الزاوية القائمة side 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 يعني ضلة side corner corner اللي هو رأس الزاوية degree degree اللي هي الدرجة square 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 يعني مربع rectangle rectangle 從 qua رمبس وقابلي هنا المعلومة بيقول لي عندما يتقابل خطين يبقى لما يتقاطع خطين دولت مع بعض المسيحة اللي بتنتج هنا في النص اسمها الزاوية بنقول عليها باللغة الإنجليزية angle يبقى angle is when two lines meet والمعلومة الثانية right angle right angle اللي هي الزاوية القائمة كلنا عارفين الزاوية القائمة طبعا اللي هي 90 degrees فياس هادي سين درجة دلوقتي عندنا بعض الأشكال الهندسية هناخد three shapes ثلاثة من الأشكال الهندسية الشكل الأول square square اللي هو المربع بيقول لي a square has four sides طبعا المربع لأربع أضلاع all the sides are the same والأربع أضلاع كلها متساوية في الطول متطابقة في الطول it has four right angles وعنده المربع لأربع زوايا قائمة يبقى في هنا أربع أضلاع في أربع زوايا قائمة and the four corners وكمان أربع رؤوس زوايا ده الشكل الأول معنا square اللي هو المربع الشكل الثاني معنا rectangle rectangle اللي هو المستطيل بيقول لي a rectangle has two long sides المستطيل لي ضلعين طوال أهم شايفين اللي فوق اللي تحت طوال شوية and the two short sides وكمان في ضلعين قصيرين it has four right angles بس برضو زي المربع عنده أربع زوايا قائمة and the four corners وأربع رؤوس زوايا الشكل الثالث معنا rhombus اللي هو المعين بيقول لي a rhombus has four equal sides عنده أربع أضلع متساوية برضو it has four angles وبردو عنده أربع زوايا بس من الشرط يكون لهم نفس القياس but they are sometimes different يعني في بعض الأوقات بيكونوا مختلفين في القياس it has four corners بس زي وزي المربع وزي المستطيل عنده أربع رؤوس زوايا دي كانت الأشكال الهندسية تعالوا نسمع النصوص بتاعة الثلاث أشكال دولات مرة تانية شكرا لك محن لسكال دولات مرة تانية لسكال دولات مرة تانية يحن لديك تانية يحن لديك تانية أولو 6 تانية and two short sides It has four right angles and four corners A rhombus has four equal sides It has four angles but they are sometimes different It has four corners And now we are going to lesson three The third lesson is connected with art and in the same time connected with music It is connected to art and it is also connected to art Let's start with vocabulary Funny 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 means that it is a joke The clown is funny The clown is always a joke Jump Jump 忍 يعني يكفز Jump Buddy Buddy يعني قسم Buddy Animals Animals يعني هيوانات Talk Talk يعني يتكلم Throw Throw يعني يرمي Brains Brains اللي هي الحلقات Bowls poles اللي هي الكرة فلاي فلاي يعني يطير طبنا نترك نتمر مرة تانية يا الله فاني فاني جامب جامب بدي بدي أنيمالز أنيمالز تاك تاك ثرو ثرو راينز راينز باولز باولز فلاي هنا عندنا اكسرسايز ماتشنج توصيل عايز نوصل كل جوب ادزا سيرك ووضيف من وظائف السيرك باق الوصف بتاعها تعالوا نقرأ العمود الأولاني هنا زا كلاون قلنا زا كلاون اللي هو المهرك زا دوك ترينر اللي هو مدرب او مدربة الكلاب زا ترابيز أورتست اللي هو اللي هو لاعب الوربوحة زا أكروبات اللي هو لاعب او لاعبة الأكروبات زا ريم ماستر اللي هو مدير الحلبة و جوجلر طبعا اللي هو لاعب او بهلوان الكرات Lu ها يطرأ من هو اللي هو الفاني يبقى ده the juggler can fly above us يبقى اكيد ده طبعا the trapeze artist وexercise 3 الولد هنا بيتكلم بيقول I love the clown انا بحب المهرك because he is very funny لانه هو دايما funny مضحك تعالون بقى نشوف الجزء اللي هو connected with mass وحناخد فيه finding information on a graph ازاي احنا نجد المعلومات هنا في الرسم البياني البنت بتتكلم بتقول Hi my name is Reem بتقول انا مرحبا انا اسمي Reem Reem عندنا here I am at the circus انا موجودة في السرق there are some people at the circus وفي بعض الناس موجودة في السرق there is one Reem master there are five acrobats there are seven dog trainers there are six clowns there are eight trabeze artists and four jugglers يبقى هنيجي هنا على المربع ده وهنكتب العدد اللي موجود من كل وظيفة من وظائف السرق وهو حلل اول واحدة clowns كده acrobats ونشوف العدد هنا كام وdog trainers وهكذا نكمل بقية الجدول اللي عندنا وفي اكسرسايز 2 بيقول لي complete the bar chart هايزين نكمل الرسم البيان اللي عندنا هنا يعني clowns احنا قلنا 5 يبقى هنيجي هنا نعمل لحد ايه 5 وهكذا بالنسبة لبقية الوظائر اكسرسايز سهل وبسيط connected with mass مرتبط بمادة الرياضيات او الحسن ودلوقتي وصلنا معاكم للسن 4 الدرس الرابع والدرس الرابع connected with phonics هنتعلم الاصوات الصحيحة للغة الانجليزية وعندنا الصوت النهاردة جديد اول مره ناخده اللي هو أو اللي هو بيجي من أو 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 زي كلمات tambén clan cow flower ي 어우 صوت أو بيجنيتق من أو 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 الو تعالوا نسمع كلماتwarzين مع بعض unit 6 page 94 exercise 1 listen and read then say cloud mouse mouth pound clown cow flower flower و هنده عندنا two sentences الجملة الاولى بيقول لي the cow has a flower in its mouth the cow has a flower in its mouth البقرة هنا معاها وردا في بقها و جملة التانية the mouse is under a cloud the mouse is under a cloud الموس تحت الصحابة بعد كده بيقول لي he is a young fat clown إنه مهرج young صغير وفات سمين he is at the circus وموجود في السيرك he is very funny هو مضحك جدا وعلى كده جاب لي صورة بيقول لي اكتب عليها 3 sentences ثلاث جمل باستخدام الكلمات اللهم الدهاني وطبعا الوظيفة اللي عندنا هنا she is a dog trainer يبقى اول جملة حتوب عندنا she is a dog trainer زي جملة لفوق she is a dog trainer ممكن نقول she is a tall young dog trainer المفروض الترتيب الصحيطة بقى she is young tall young هاتيك الأول ترتيب الصفات she is young tall a dog trainer الجملة الثانية she is beautiful she is at the circus يبقى كده كتبنا ثلاث جمل على الصورة تعالوا دلوقتي نشوف اخر درسي معنا في اليونيت لسم 5 الدرس الخامس وهو ترتيب الصفات مرتبط بمادة العلوم المفروض الترتيب الصفات الثانية العلمية طالنا ناخد الكلمات الأول مع بعض يلا اول كلمة معناة drop يعني يسقط وتيجي بمعنى قطرة ماء يقع أو يصبت أو قطرة ماء أنا أخذها في درس النهاردة بمعنى قطرة مية كاين كاين يعني عملة كاين وطا يعني مية مياه دراي دراي يعني يقفف أكسبرمنت يعني تجربة المية كاونت كاونت يعني يعد فينجر يعني إصبع اليد ديسك اللي هو مقعد الفصل والتجربة بتاعتنا بيقول لي هاو ميني دروبس оф ووتر كاين يو بوتون باونت كاين يترى هاو ميني يعني كم عدد دروبس оф ووتر قطرات المية كاين يو بوتون باونت كاين ممكن تحطها على عملة الجنيه يعني جنيه ده نفضل نحط كم أطراف وإيه لحد ما المية تقع بقى برا الجنيه يبقى هيا دي التجربة بتاعتنا يو بل نيت هنبقى محتاجين إيه هنا ووتر وهنا كاين يعني عملة معدنية تعالوا نشوف خطوات التجربة هو أجب هالي هنا بس مش مرتبة أنا حقرأ أهلكم بالترتيب هنبتأ بيقول لي هنا إيه بوت أباونت كاين عن يور ديسك هنجيب عملة معدنية اللي هي الجنيه ونحطها ونزا ديسك يعني على الديسك guess how many drops of water زا كوين هلت حاول الأول تخمن يا ترى الجنيه هاياخد كم قطرة مية write the number واكتب number أو العدد بعد كده بيقول لي إيه use your دي number one هي بقى الجملة ديها تبقى number one يجيب عملة معدنية كده الجنيه ونحطها ونحاول من خمن يا ترى ممكن تاخد كم قطرة number two use your finger but drops of water on the kind count the drops يقول لي استخدم إصبعك ونبدأ نحط قطرة المية بصبعا على الجنيه لحد ما يتملأ ونعدي نشوف حكم قطرة بعد كده بيقول لي dry the coin نجفف العملة do the experiment again ونعمل التجربة مرة تانية check your answer وشوف الإجابة بتاعتك يا ترى بقى الإجابة بتاعتك وريبة من التخمين اللي احنا عملناها أول التجربة ولا لا when there is water on all the coin stop write the number of drops بعد بقى ما نعرف خالد كم قطرة كده حنتوقف ونعمل التجربة بعد كده مرة تانية ونشوف الفرق من التجربة الأولى والتانية يعني ممكن نعمل التجربة دي لوحدنا الكوليد ايه اللي احنا عايزين لنستخلصه من التجربة دي بقى يعني احنا بيكون عندنا في الاول gas أو تخمين يعني وبعد كده نتأكد من التخمين بتاعنا يا ترى صح ولا غلط هو ده الهدف من التجربة يبقى هنا gas يعني خمين number of drops وبعد كده check number of drops ونفس الطريقة برضو في التمرين اللي جاي ده هنا نكتب اسماء بعض الاشياء اللي موجودة عندنا at class في الفصل ونبدأ نعمل gas أو تخمين لطولها وبعد كده نعمل لها measure عملية قياس ونكتب هنا ونشوف الفرق ما بين التخمين اللي انا عملته وبعد كده القياس الحقيقي وهنا نفس امكان التجربة بتاعت الكاين العملة ومع نهاية التجربة العلمية نكون وصلنا معاكم لنهاية unit 5 ونهاية منهج اللغة الانجليزية للصف الثالث الابتدائي استنونا في مراجعات قوية جدا على المنهج ان شاء الله goodbye